لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا وشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل ثم قال ذلك أزكى لكم وأطهر أي أطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفين المتكبرين فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره قال وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم ذكرنا أن المرأة تطلق طلقتين طلقة أولى فإذا كانت في العدة وأراد زوجها أن يراجعها بالقول والفعل وأشهد على ذلك وكتبه وإذا كانت الطلقة الثانية أيضا في العدة فله أن يراجعها فإذا انتهت العدة سواء في الطلقة الأولى أو الثانية فله أيضا مراجعتها ولكن بمهر جديد وعقد جديد وهنا نجد بعض أولياء الزوجة قد يتعنت فيمنع الزوجة من العودة إلى زوجته وربما هي تريده وهو يريد العودة إليها لكنه يريد أن يحتد عليه أو أن يعاقبه فيمنعه أن يعود إليها ولا يرضى وهذه الآية تعالج هذه المشكلة فلا تعضلهن أي أنكحن أزواجهن والعضل أن تمنع المرأة من الكف أي صاحب الدين والخلق وقد نهى الشرع عن ذلك وإن لم يكن ذلك في قضية الطلاق يعني إذا جاء هذا الإنسان الكف إلى المرأة وتقدم فعلى الولي أن يقبل ذلك وأن لا يعضلها وأن لا يمنعها وإذا كان العضل فإن الولاية تنتقل لمن هو دونه فهذا خطب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها وراضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا لما فعل من الطلاق الأول ونلحظ هنا قول الله عز وجل إذا تراضوا بينهم بالمعروف فالطراضي موجود ولكن الأمر إنما يعود إلى الولي وهو لا يريد ذلك وعندنا في ذلك قصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تبين كيف كان امتثال الصحابة لأمر الله رضي الله عنهما سرعة استجابتهم روى الترمذي وصححه وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا ورواه أيضا أبو داود عن معقل ابن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت أي مدة ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة يقول فهويها وهويته يعني أراد أن يعود إليها وهي كذلك ثم خطبها مع الخطاب فقال له أي معقل يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك يعني والله ما أنت إيه ما أنت شايفها ولا شميمها مش هترجع لك تاني زي الناس ما بتقول دلوقتي كده يقول فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن الآية إلى قوله وأنتم لا تعلمون قال فلما سمعها معقل تخيلوا ماذا قال قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك ثم دعاه وقال له أزوجك وأكرمك زاد بن مردويه وكفرت عن يميني لأنه كان قد قال والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك يعني طول من تعيش هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سريعي لامتثال لأمر الله وإن خالف هواه يعني هو أزوجه وأكرمه ثم بعد ذلك هو طلق المرأة بل وانتظر حتى انقضت العدة فلما انقضت عدة بدأ يتقدم مع من يتقدم فلما أبى ذلك عليه نزلت الآية وكان الامتثال كما رأينا من الصحابي رضي الله عنه وهذا فيه كما ذكر الشيخ دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأن الزانية هي التي تزوج نفسها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهذا حتى في المرأة الثيب على الراجح من أقوال أهل العلم لا بد من الولي لأن الله ينهى هنا الأولياء عن العضل عن أن تمنع المرأة من الكف فإذا كانوا قد نهوا عن ذلك إذن هم يملكونه يملكون أن يمنع المرأة من التزوج ممن لا يناسبها مثلا وفيها أيضا حرمة العضل أي منع المطلقة أن ترجع إلى من طلقها وعموما وليس فقط متعلقا بهذه المسألة إن لم تكن المرأة أصلا تزوجت وأتاها الكف فعلى الولي أن يرضى بذلك وأن يقبل وكذلك فيه وجوب الولاية عن المرأة أو على المرأة وفيه أن الموعظة وأن التذكرة إنما تنفع أهل الإيمان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وعلى الدعاة أن يذكروا الناس دوما بالله واليوم الآخر ليكون منهم لامتثال لأمر الله عز وجل وأخيرا فيها أن الخير كل الخير فيما يأمر الله عز وجل به والشر كل الشر فيما ينهان الله عز وجل عنه لأن الله يعلم ونحن لا نعلم فعلينا أن نبادر لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى قولوا قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم ويجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر